اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا رد بتقول انا احب ان اكون هي مش طبيبة هي حابة تكون طبيبة لكن طبعا هي تلميذة جي دوز امي عندي صديقتين اسمهم ايبا مختين ايبا مختين اي فرانسواز دول اسماء صديقتها مختين ديبا اي امتغ بروفسير دانجلي كوم سامير حابة تكون مدرسة انجليش زي ممتهاكم يعني مثل مي لكن فرانسواز امتغ فارماسين كوم سامير لكن فرانسواز ديت حابة تكون فارماسين صيدلانية دكتورة صيدلانية زي بابوها جوي علي كل تولي جور انا بذهب المدرسة كل الايام صوف لسامدي ما عدا يوم السبت اي لو ديمانش والاحد لو ديمانش الاحد بقى جوي اوكليب اوكليب بور جوي او تينيس بذهب للنادي عشان اللعب تينيس نيجي عند اسئلة بقى الدوكيمون صغر الصفحة شوية كده سليم بارل دو سليم بتتكلم عن صديقتها لا هي تتكلمت عن عيلتها ولا تتكلمت عن مدرسينها فرانسواز ام اتغ فرانسواز دي كانت حابة تكون تكون يبقى بروفسير مختين اي دو سلين مختين دي بتكون اي لسلين اي بقى Lahmi صديقتها سلين لا تذهب خلي بالك فيها ناف لا تذهب الى المدرسة يوم السبت بس ولا الحد بس ولا السبت والحد لا السبت والحد فعلا هي لا تذهب الى المدرسة بقى رقم 0 سلين ما كانتش بتحب مادة اليمات لان هي قالت لكن انا بحب وكل المواد الدراسية ما عدا الماث طيب أسئلة بقى فغيق فو مختين كانت تحب الأنجلي بصوا هو هنا يا ولاد قال لي فين فين مختين حابة تكون مدرسة إنجليش يبقى بتحبه ولا لأ يبقى أكيد بتحب مادة الإنجليش سيلين كانت بتروح النيج دي كل الأيام طبعا فو غلط لأن هي كانت بتروح يوم الأحد فقط والد فغانسواز كان ميدسا كان والدها والدها هي قالت زي باباها لأ والد فغانسواز بيكون سيدالي لأنه بيقولك فغانسواز هي حتحب تكون دكتورة سيدالانية يبقى باباها دكتور سيدالي خلي بالكو يا ولايات فيه فرق بين ميدسا الطبيب ماشي وفيه فرق بين فغمسيا الطبيب السيدالي أو الدكتور السيدالي يبقى فو بعد كده لما ياخدوا مختين مامة مختين لا تعمل لأ طبعا فو لأنه قالك مختين حابة تكون مدرسة زي مامتها يبقى فو لأن مامتها مدرسة طيب بعد كده مختين حابة تشتغل فيه سيدالية طيب هو قالك مختين حابة تكون مدرسة زي مامتها لكن اللي حابة تكون سيدالانية كانت فانسواز يبقى الإجابة فو طيب التنس هو الرياضة المفضلة ليسلين أيوة عشان هي بتروح النادي كل حد وبتلعب رياضة التنس طيب نيجي عند أسئلة الناس اللي متابعة معاي عارفين لما اجي حل سؤال المواقف أشوف مين بيسأل ومين بيرد وبعد كده اختار إجاباتي لأن التلاعب كله فيه بيكون فيه الدماء الريولاد طيب لو جيت هنا عند السؤال الأولاني توديماند انت اللي بتسأل اتونامي صديقك بتسأله عن مهنة والده يبقى انت هنا اللي بتسأل صديقك عن مهنة والده انت بقى حتقول يبقى انت اللي حتسأل وتقول لكن لو كان قالك هو بيقول حيقول لك مثلا الهي بيلوت وطيار يبقى خلي بالكو مين اللي بيسأل ومين اللي بيكمل انت ولا الشخص اللي معاك هو اللي بيرد طيب توديماند اتونامي دي انت هنا اللي بتسأل صديقك عن الساعة هو بقى حيجاوب بيقولك ايه إلى نوفاغ ندخل على صفحة 131 هنا صديقك هو اللي بيسألك التادي بتاعتك أنت وعيد عليك أنت يبقى تادي صديقك اللي بيسألك بيقولك إيه بقى الصديق ده كسكتي يمقى لكل ماذا تحب في المدرسة تادي أنت تقول يبقى أنت حتجابه وتقوله بتحب إيه في المدرسة جملة كانتين أنا بحب الكانتين طيب صديقك بيسألك أين أنت تذهب أنت تقول الصديق اللي سأل خلاص أنت حتجابه وتقوله إيه هتقوله جو في وسينما بصوا كاتب لك هنا إيلفا والإيل دي إحنا ملنا بيها ده هو بيسألك أنت فهتقوله أنا بذهب طيب واحد بقول لي أنا بعيش لا أو بقولك أين تذهب مش أين تسكن نوميرو سانك أنت بتتكلم عن جدول حصصك أنت هتقول هقول يوم لتنين أنا عندي ستة حصص وأنا كده بتكلم عن الجدول أيها بقولك الجدول بتاعي يوم لتنين عندي ستة حصص يوم معرفش التلاتة عندي حصة كذا لكن مش هقوله أنا بحب الماس ولا أنا ما بحبش الفرنسي طيب سي هتبقى إمبنواغ إمبنواغ اللي هي كلمة البانيو اللي بيكون في الحمام وهي كلمة في ميناء مؤنس لكوزا دوشين إيه ابن عم أوشين بيكون بص يا أوليد وشين ده اسم مؤنس ملناش دعوه بيه أنا دلوقتي بوصف مين ابن العم ابن العم دو تيبقى أخد له الصفة المذكر جابوني بيكون يا بامي جابيت لكسور لكسور تاخد آأكسا على طول آأكسا اللي في النص دي كل مدن مصر ومحافظات مصر بتاخد الآأكسا وكحرف جر بمعنى في أو إيلا ما عدا القاهرة الفيوم سينة بياخدوا أو الفو بيجي بعدها الفاعلة في المصدر بيبقى غيبا غي لو تليفون جو فادي طيب يا طرق أصرف مع الجو ولا مع الفو مع الجو طبعا لإن أنا اللي بقدم لحضرتك فادي أنا اللي بقدم لحضرتك يبقى البرزانت جاية عايدة على مين على الجو مش على الفو طيب تصريفات فيغ بيطغل وحش وحش الأفعال طيب طيب إيه بقى السؤال ده السؤال ده جديد شوي حنقول هنا اسك هو يا ميس مش إحنا كنا بنقول فوزافيلغ وخلاص يعني حضرتك مش حضرتك قصدي كم الساعة أو كم الوقت آه فهتبقى هنا اسك بقى هل تعرف الساعة كم يبقى هنا زودلي هل طيب بعد كده كور هتبقى بغبط غفاي بتسأل عنه بمكان العمل بيتكلم على المكان العمل يبقى حكتب الفرب إيه حاسأل عنه بأين طيب لانجلي إيه لانجلي إيه الإنجليش بيكون ما عايزكم تحفظوا الإجابة دي يا أولاد بس خلينا أغير بس الخط شوية أنا حقوله هنا لانجلي إيه بيكون ما ماتياغ سكولار ما ماتياغ بغف غي يعني إيه جملة اللي أنا كتبتها دي بغي في غي بص كده هزوده زيادة للتأنيس بص يا أولاد أنت حفظ كلمة مادة دراسية اللي هي إن إن ماتياغ سكولار طيب أنا حايز أقوله الإنجليش بيكون بيكون عندي طريقتين يا أمي حقول مادتي المفضلة وما تنساش إن بغف غي حتيجي بالشكل المؤنس وفي إجابة أسهل من كده شوية هقول إيه فصيل مش إحنا بغدلين الكلمة دي في الصفات بيكون سهل وقوة هتحط آه ولا إن لأن أدغل لما بيجي بعضه صفة أو وظيفة ما بياخدش أدوات إيه فصيل على طول طيب بعد كده نيويورك إيه إن فيل السؤال المنتظر نيويورك بيكون مدينة يبقى أمريكا بص كده أمريكا لا يمس أمريكا لأ عشان كلمة مدينة مدينة أمريكية مدينة فرنسية يبقى بعد كلمة مدينة هنحط الصفة في المؤنس ألفاغماسي إيه هي كلمة واحدة غالبان ما فيش غيرها في المنهل في الصيدلية يوجد دي مشواغ وإيه بييجي بعدها الكلمة ناكرة دي مشواغ أم بابي يعني إيه مناديل ورقية أنت لسه بقى السنة جاية تاخد بقى كلمة الأدوية وتكلم الحاجات الخاصة بالصيدلية لكن منهجك أنت بيوجد إيه هي مناديل ورقية تكوين الجملة أفواغ أنا ممكن أقول يبقى أنا كده صرفت أفواغ وأقول مثلا أنا عندي 13 سنة يبقى ده سؤال الساعة لطول أو بمعنى أصح إجابة الساعة إلي منوي بس كده طيب الجملة دي هتبقى طويلة شوي فأنا هقول كده أعلى بتسغي في محل الحلويات وحط كمه كده وزبط الجملة وما تنساش إن في هنا أقصان ماشي جاشت في محل الحلويات أنا إيه بقى جاشت ديو جاتون بشتري جاتون تمام يبقى لازم أذكر حرف الجر بتاع المكان وبتسغي مكان مؤنس يبقى لا في محل الحلويات أنا أشتري جاتون ما تنساش إن بعد جاتون ماشي إن إنت هتحط إيه بقى هتحط أداة التجزئة ماشي طيب ممكن يمس أحط أداة المعرفة أو عشان تبقى سهلة عليكم شوي أنجة تو أو هتحط دي جاتون في الجم ممكن يا ميس أقول دي بومبو ينفع دي بومبو ندخل على الإجزامال اللي بعده طيب الإجزامال اللي بعده اللي هو التامن هيكون صفحة 132 نبدأ بقراءة الدوكيمو قبل مقرأة ده كده شكل الخطاب بيكون فيه اسم المدينة والتاريخ زي الإنجليش بالضبط نفس الشكل كده العام وكلمة دير في الإنجليش بنستبدلها بشاغ أو شاغ بإضافة قولة تأنيس عزيزي أو عزيزتي وبعدين بعد كده التوقيع يبقى داش كده شكل الخطاب فهنا بيقول لي شيخ هلا عزيزتي هلا جي إنو فيلا مي أنا عندي صديقة جديدة إلسا بيل هند هي اسمها هند إلا تغيزان هي عندها 13 سنة شاكفون تغدي كل جمعة كل جمعة كل جمعة بتذهب مع عائلتها مش لوحدها عند جدها ميسيو ردا إلي بروفيسير هو مدرس دون زيني كل بريبيغاتوار في مدرسة إعدادي إلا دوفي مجدي إي أيمن هو عنده ابنين مجدي وأيمن ميسيو مجدي أه كارونتو ميسيو مجدي عنده 40 سنة إلي ميدساه هو طبيب بقاله بطل لابي في مستشفى لابي إلا دوفي بتكلم عن ميسيو مجدي هو بقاله عنده بنتين رانيا إيهند طيب رانيا فاة ألونيفيرسيتي رانيا بتروح الجمعة جمعة القاهرة ديوكير هند فاة إلي كل بريبيغاتوار هند بتذهب المدرسة الإعدادي إليم هي حابة تكون زي باباها تمام بس كده بعد كده قال لك ميسيو أيمن إيه فارماسيا ميسيو أيمن طبيب صيدلي آه حلوان في حلوان إلينا بادان فا هو مش عنده أطفال تاكوزين نادا بنت عمك نادا طيب نبدأ كده نشوف أول سؤال ميسيو مجدي آه ميسيو مجدي كان عنده إيه كان عنده كان عنده دفاي بنتين يبقى دو 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 راحت فين دفاي أول واحدة طيب ميسيو ريدا تغفاي ضون ميسيو ريدا كان بيعمل فين قال لك هو بغافيسير يبقى بيعمل ضون زيني كل ميسيو أيمن إيه ميسيو أيمن آخر جملة خالص قال إن هو فاغمسيا فاغمسيا راحت فين أهي طيب هند أم أطغ هند كانت حبة تكون إيه بقى قال إن أشوفها هنا كده هند هند بص يا أولاد هو هنا بقول لي هند حبة تكون إيه عرفني إن إيه حبة تكون ميديسا لإنه قال لك هند حبة تكون زي باباها طيب باباها كان بيشتغل إيه أصلا ميديسا طيب هند هند بتذهب لجدها أنجور بقصة من يوم في الأسبوع ولا يومين ولا كل الأسبوع بتروح شك رند غدي كل جمعة يبقى يوم واحد فقط في الأسبوع بعد كده أسئلة فغيق وفو أسئلة فغيق وفو هند إيه لفايد ميسيو أيمن هند بتكون بنت ميسيو أيمن لا قال إن قال لك ميسيو أيمن أصلا ليس عنده أبناء يبقى فو بعد كده هند 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 كانت بتذهب عند جدها لوحدها فو كانت بتذهب مع العائلة ناد إيه لكوزين دو هال فغيق إيه لعرفنا عشان هي مضي هو في التوقيع تا كوزين يبقى هم بنات بعد كده رانيا رانيا صغيرة لا مش صغيرة لأن رانيا كانت بتذهب إلى جامعة القاهرة هي بنت كبيرة يبقى فو أنا بضطرة طلع وانزل بالصفحات كده عشان ما صغرش الخط أكتر من كده يعني بعد كده نميرو سانك نادا نابادامي نادا ليس لديها صديقات الإجابة هتبقى فو لأن أول جملة يا ولاد في الدوكمو نادا دي بتقول إيه جي نوفيلامي أنا عندي صديقة جديدة يبقى غلط هي عندها وبقولك ليس لديها طيب ميسيو أيمن غضايق حلوان ميسيو أيمن أيوة كان بيعمل في حلوان الحمد لله خلصنا سؤال الدوكمو ندخل على سوتيتيسيو أشوف مين اللي بيسأل ومين اللي حيرض صديقك هو اللي بيسألك صديقك هو اللي بيسألك ماذا يوجد في حقيبتك إنت با حتجاوب وتقول بحقوله رقم بي إليا دي مشواغ أم بابي إي دي كلي بيوجد منذي الورقية و مفاتيح تباغلا أتونامي دوتاشون بغتودي أنت بتتكلم مع صديقك عن غرفتك فأنت حتتكلم وتقول إيه الحاجة اللي ممكن أتكلم عن غرفتي ممكن أقول محتويتها لكن مش هقوله كيف تكون غرفتك ده أنت اللي بتتكلم و أنت اللي حتكمل طيب هقوله بحب غرفته يعني إيه لكن هقوله بيوجد سرير وسجادة في غرفتي طيب صديقك هو اللي بيسألك أين الصحفي يعمل أنت حتجاوب وتقوله إيه دونزان جورنال بيعمل فيه جريدة قاله تيل في الفندق في الفندق أنت اللي بتقول لموظف الاستقبال هتقوله إيه هتقوله الجملة الأولى ماشي لأنك هتطلب منه هتقوله لكن مش هتقول لكم شخص لذا ده الرسيبسيونيست اللي قولها و اللي قولك بغضو ما فيش غرفات أو ما فيش غرف يبقى دي الإجابة الأولى أنت اللي بتقول ليه الرسيبسيونيست ألمك مقصور فأنت حتقول أنت حتقول يبقى يجب أنه غير القلم الحاجة المقصورة يا أولاد مش بيبقى لها تصليح بيبقى لها تغيير ألم تكاثر ما لولوش تصليح يبقى نغيره يبقى حقول وما تنساش أن يلفو بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى يجب سيين أخذ المؤنس تاني حنرجع لقصة أختار معرفة ولا ناكرة دلوقتي يقولك إنه مفتاح الغرفة المفتاح ده مفتاحه خلاص ولا أنا عارفاه وعارفة معلومة عنه إنه مفتاح الغرفة لأ عارفة معلومة عنه وهو كلمة مؤنس يبقى تاخد لها لو كان سي إنك خلاص كنا هنختار إن لكن مفتاح الغرفة مفتاح أبي مفتاح معرفش رقم كذا مثلا في غرفة كذا لأ لما بيكون عندي معلومة يبقى تعرفها ما عندكش معلومة عن الحاجة دي تبقى بالنسبة لك هي أنا كرة منونك الأبيد سيناء يبقى ناخد القاهرة والفيوم وسيناء هما اللي بيسبقوا بحرف الجر أو لزي ليف على طول استبدل بس هو هتعمل كده في الامتحان دي حاجة كده هتعملها في موقفك هتقول لزي ليف بيساوي إلافك إس طب الإلافك إس بتاخد إيه فو الأخرانية كيلاج يبقى هنا فو هنا كيلاج والضمير تو يبقى بالإس تصريفات فاغ بقى فاغ ك هتبقى فت الفرب ده دايما نقول لكم خلوا بالكم من فرب فير إن هو ياولاد بيجي معاه مع الضمير هو بياخد نايا الأوس مش الأز طيب أسئلت الأسوسيات توصيل في أي ساعة يفتح المحل طيب اتعود كده إن أي سؤال مبدوء بحرف جر لازم إيجابتك يكون فيها حرف جر قبل الإجابة فهو عن بقول لي في أي ساعة هقول له في في السامنة صباحا برقم بي جس كليا علي كل ماذا يوجد في المدرسة هقول له دي كلاس فصول أين أنت تعمل عايز مكان يعني هذا رح أقول لك آمن صورة رقم دي كم عدد الإخوات التي لديك فهو أقول له دي هو هنا عايز من يعد طيب نيجي عند الكمبلت لسامودي إيه لسامودي إيه الكلمة دي موجودة عندنا في جدول الكلمات لجو ديو كونجي يعني إيه الكلام ده يعني بيكون يوم العطلة وممكن أكتب إجابة تانية هقول هي لك دلوقتي بس ما تنساش تحط هنا الأقصان ممكن أقول له بس الجملة هتبقى طويلة شوية بس حدي كل اتنين وانت حر هتقول له إيه لو برمية جوه بان زين سومن أو لا سومن يعني هي الجملة اللي أنا كتبتها دي يعني بيكون أول يوم في أيام الأسبوع بس طبعا الكلام ده في مصر أنا أرشح الإجابة الأولى لو جوه دو كونجي يوم عطلة تمام طيب في المطبخ بيوجد هم حاجتين هقول له تلاجة إيه إن كوزين التلاجة مذكر وي البوتاجاز مؤنس تمام لازم نتوقع السؤال ده إزاي في فرنسا الأسبوع بيبدأ بيبدأ بيوم إيه اللي اتنين لاندي إيه ده يمس مش بيبدأ بيوم السبت لأ يوم السبت ده بيكون أول أسبوع في فرنسا أسفة في مصر لكن في فرنسا بنبدأ إيه الأسبوع بيوم لتنين طيب نكون الجملة إيه ماتيغ سكولير هتبقى جم أنا أحب ما تنساش لو هتصرف مع الضمير جو اللي هو يحب هتحول الجو لجو أبوستغف هقول ليه ماتيغ سكولير أنا أحب المواد الدراسية سكو آه ده دي يا ربي ماتيغ سوسيال ماتيغ سوسيال عادي مش هتغير حاجة أنا بحب الدراسات الاجتماعية يبقى ليه ماتيغ سوسيال مشي عارف هو يولاد جايب فيرب إيميلي وجايب الإجزامبل ده كله ليه هقولك لي يا دكتور خلينا أكتب بس سوسيال صح لما بجأ أكتب بسرعة وبص على ثلاث تلف حاجة عارف يولادهم مجربيين جايبين الفرب ده ليه عشان تكتب له أدات المعرفة يعني مثلا كتب لي إيمي وفغانسي هقول جيم لو فغانسي جيم لانجلي حط إلا بسطوف طب ماتيغ سوسيال ها يبقى دي كل مجمع يبقى تاخد اللي بعد إيمي وبغيف غي وأدو غي ودي تستيق أفعاد المشاعر اللي احنا طول الوقت عملين نقول عليهم بيجي بعضهم أدوات معرفة إطر بغت يكون مستعدة تكون مستعدة فممكن تروح عمله كده ممكن أقول جوسوي ممكن بس أنا هخليها قل عشان أفهمه إن أنا فهمت إن أنت جايب للصفة في المؤنس طيب يبقى يملك وظرف يبقى حيكون إيه لازم أعملها سؤال لازم أعملها سؤال هقول له دي الصيغة الأكثر أدبا اللي كنا بنطلب بيها بطريقة إيه اللي استفهام طيب إن أمفيلوب ما تنساش إن كلمة أمفيلوب كلمة فمينا مؤنس وبعدين أروح ضيفة كلمة سيل فو بلاي تمامي حلوين إحنا كده خلصنا الحمد لله ما تنسوش تسيبوا لي كومنس كومنس أسفل الفيديو عشان أعرف مين الناس اللي متابع معي إن شاء الله الفيديوهات الجاية هنبدأ نحل امتحانات المحافظات أتمنى لكم التوفيق جميعا وأقول لكم نخصيبوكو et au revoir